في بيان لها اليوم أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب ضوابط معاملة قطاع العقارة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة حيث أكدت الهيئة إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر وأضافت الهيئة إلى أن توريدات العقارات التجارية البيع أو الإيجار للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مباني سكنية أو أي أجزاء منها